بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبابنا الكرام اليوم كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن القانون الذي وافق على تغييره رئيس وزراء العدو المكلف بن يمين نتنياهو ضمن الائتلاف مع رئيس حزب عدسومة يهودوت إتمر بن قفير بتبعية الشرطة لبن قفير لا يقتصر فقط على التبعية الإدارية بل سيكون لبن قفير صلاحيات كبيرة اخترها تشريع اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأيضا عدم اعتبار إقامة الطقوس التلمودية فيه تجاوز للقانون الصهيوني المعمول به في داخل دولة الاحتلال وبحسب مشروع القانون سيكون المفوض العام للشرطة خاضعاً للحكومة ولوزير الأمن القومي الذي سيكون مكلفاً بالشرطة نيابة عن الحكومة قبل هذا كان المفوض العام للشرطة تابع لرئيس أركان الجيش يعني بيدخل الموضوع عمل الشرطة في دائر التقييم العسكري الآن هناك تسجيس لعمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك يعني الحكومة الصهيونية القادمة سوف تكون مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك هذا الاختراح ينص على أن الوزير لن يكون لديه السلطة فقط فيما يتعلق بمسائل التحقيق وفتح القضايا وإدارتها وإغلاقها ولكن سيحتفظ أيضاً بالحق في إملاء السياسة في مجال التحقيقات ومعالجة القضايا وأيضاً في الإدعاء العام بالإضافة لذلك فإن مهام مفوض الشرطة المكلف بها ستكون وفقاً للخطوط العريضة للوزير الذي يدير وزارة الأمن القومي أو الأمن الوطني يعني بن قافير ومبادئه وأفكاره ستكون هي الموجه العام للسياسة الصهيونية التي ستتحكم أو سترجع إليها الشرطة الصهيونية بمعنى أن هواجس وطموحات وأفكار بن قافير في عمليات تهويد الأقصى ستكون موجودة على الطاولة وبالتالي هذا في شرعنا لعمليات الاقتحام بمعنى أن الحكومة الصهيونية كلها برمتها تقف خلف عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأمر ليس بالهين وليس بالسهل هذا سيفتح جبهة كبيرة بين الصهيونية وبين الشعب الفلسطيني لذلك هذا يحتاج مننا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين باليقضاء ودعم المقدسيين ودعم الشعب الفلسطيني ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لأن الذي سيحد من هذه الاقتحامات هو فقط تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال المقاومة بكل أشكالها من المقاومة المسلحة إلى المقاومة الدبلوماسية إلى الاحتجاجات في الشوارع العربية خصوصا في تلك الدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام وتلك الدول التي لديها علاقات مع الكيان الصهيوني يجب الاستمرار في الشارع العربي على نبذ الكيان الصهيوني نبذ الاحتلال نبذ هذه العكومة نبذ كل ما يتعلق بشأن دولة الاحتلال الصهيوني بهذه المواجهة الشاملة فقط نستطيع أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي فلسطين نستطيع بالمقاومة في كل الساحات سواء في فلسطين أو خارج فلسطين وبكل أشكال المقاومة نستطيع مواجهة هذه الحملة العدوانية على عقيدة الأمة على أقدس مقدسات الأمة على أولى القبلتين على ثالث الحرمين الشريفين على مصر محمد صلى الله عليه وسلم على معراج محمد إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الأمر يحتاج إلى وقفة يحتاج إلى مواجهة ودعم للشعب الفلسطيني في مواجهته مع هذا الاحتلال الغاصب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته